استغل الوزير الأول عبد الملك سلال الندوة الصحفية التي جمعته بنظيره الفرنسي برنارد كازنوف للتأكيد أن رئيس ابو تفليقة هو من يسير ويقرر وأن الجزائر بها مؤسسات في رد ضمني على الجدل الذي أعقب تأجيل زيارته أو زيارات دولة في وقت سابق وهيمنت ملفات الاقتصادي على مباحثات المسؤولين فيما زحصحت ملفات الذاكرة حمزة عقون وتفاصيل أوفة لم تختلف كثيرا زيارة الوزير الأول برنارد كازنوف عن زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى الجزائر حرارة استقبال وسجاد أحمر يربط بين مدرج الطائرة والقاعة الشرفية فخصوصية الظرف الاقتصادي في الجزائر والسياسي في فرنسا عشية انتخاباتها الرئاسية لم تغير من أجندة المسؤولين الفرنسيين وخطابهم هنا سلال الذي أكرم وفادة ضيفه بنقاش مستفيد حول المسائل الاقتصادية اختار بطريقته الخاصة الرد على الجدل الذي أعقب تأجيل زيارة أنجيلا ميركل وحسن روحاني للجزائر حين أكد أمام ضيفه الفرنسي أنه لا يستطيع أخذ أي قرار أو مسعاد الرجوع إلى الرئيس بوتفليقة مضيفا أن الجزائر بلد المؤسسات لغة المسؤول الفرنسي بدت واضحة فوجوده بالجزائر تقتضيه المصالح الاقتصادية أكثر من أي شيء آخر فقد ذكر كازنوف أن بلده هي المستثمر الأول في الجزائر بقيمة ملياري دولار وأربعمائة وخمسين شركة من هلافارج وأرستوم وصانوفي التي توظف كلها مائة وأربعين ألف عامل ما يجعل من العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس مثمرة وخصة خطاب المال والأعمال كان أيضا بارزا في خطاب الوزير الأول عبد المالك سلال فقد أثنى المسؤول الجزائري كثيرا على الحضور الفرنسي ومساهمة لافارج في تنويع الاقتصاد الجزائري إلى جانب مصنع رونو للسيارات ورغبة في إطلاق علامة بيجو إضافة إلى رغبة جزائرية في تفعيل الطاقات المتجددة والبيترو كيمويات بمساعدة فرنسية فيما نأى سلال بنفسه عن سباق الإليزي قضايا الذاكرة ظلت على هامش اللقاء الثنائي ففي وقت قال سلال أننا لا نملك عقدة للتعامل مع الملف بدى كازنوف حذرا في التطرق لمسألة وصفها بالحساسة مكتفيا بالتطمين أن الدولة الفرنسية أفرجت على الأرجيف بعد مرور خمسين سنة عن الاستقلال